عايزة أبدأ النهاردة حلقتنا بقصة رمزية بترمز لحاجات كتيرة قوي لكن أهمها هي الجروح اللي ممكن تسببها العنال إلا هي بس الحية هي بالرغم من أنها جروح مؤلمة لكن هي جروح علشان تنقذنا من حاجة جروح علشان نفضل طول الوقت مع ربنا القصة بتقول أنه كان فيه أم قاعدة بتشتغل في بيتها وبتطبخ في المطبخ جالها ابنها صغير قال لها أنا هطلع ألعب برا يا ماما في الجنينة فالأمة قايت له إلعب زي ما أنت عايز وعمل كل حاجة أنت عايزها بس في حاجة واحدة بس ما تعملهاش هو أنك ما تنزلش النهر الطفل ده فضل يلعب ويجري ويتنطط فوق الأشجار ويجري وراء الحيوانات الصغيرة اللي كانت موجودة في المكان اللي كانوا ساكنين فيه لغاية لما الولد زهق فقرر أنه هيقل عشوز بتاعته ونزل النهر الطفل فضل يعوم لغاية لما وصل تقريبا نص النهر رغم أن ماما كانت قلاله لا أعمل كل حاجة معنا النهر ده بس الأم كانت وقفة وشايفة بس كانت سكتة بس بترائب من بعيد ثابته ينزل وثابته يعوم فترة وثابته يعمل اللي كان عايز يعمله بإرادته رغم أن هي كانت قيلة لأ لكن كانت بترائب عنيها ما نزلتش أبدا من علي وبعد شوية الأم لمح التمساح جاي في النهر ده من بعيد جدا وبدأ التمساح يدرك أنه في حاجة في المية أو في بني آدم في المية فراحت الأم بسرعة جدا جريت وراحت قعدت تسرخ وقعدت تقول للولد أخرج من المية في تمساح وفي تمساح في تمساح قعدت تقولها كثير جدا لغاية لما الولد بدأ يسمع مامته ويسمع السريخ اللي كانت عمالة بتسرخه فبس لا فعلا أنه في تمساح جاي عليه فضل يعوم بسرعة شديدة جدا علشان يوصل ليه الشط علشان مامته تلحقه علشان يمسك إيديها وفعلا وصل للشط مامته مسكت إيده لكن للأسف التمساح كمان وصل في نفس الدقيقة أو في نفس اللحظة دي وبدأ الأم تشد من الإيد والتمساح عايز يأكل الولد فمسكه من رجلون ورغم أنه تمساح طبعا قوته فظيعة لكن ربنا حط في الأم دي وقتها قوة غريبة فما قدرش أنه الولد يفلت من إيدها فضلت مسكة الولد فترة طويلة جدا جدا لغاية لما في عربية كانت معادية سمعت سريخ الأم اللي ما كانش بيقف أبدا فالراجل اللي كان بسوق العربية أخد كان معا سلاح الماء وراح موت التمساح ده الولد خرج من المياه طبعا غرقان في دمه ومتجرح في كل حتة في جسمه البلد كلها أو القارية اللي كانوا ساكنين فيها دي سمعوا بالخبر فجات صحفية علشان تكتب اللي حصل في الجريدة اللي كانت شغالة فيها فقالت لوريني الجروح اللي عملها لك التمساح فراح وراها الجروح اللي موجودة في رجل وقال لها دي جروح التمساح بس أنا عندي جروح تانية في أدية مكان إيد ماما ومكان مكانت مسكاني جامد جدا فمن قطر مكانت مسكاني جرحتني في إيدي كتير جدا جروح اللي في رجلي أنا عايزها تخف ومش عايز أشوفها تاني بس أنا عايز الجروح اللي تفضل في إيدي أفضل شايفها قدامي طول الوقت لأنه لو فضلت شايف الجروح دي طول حياتي هفضل فاكر قد إيه ماما كانت خايفة علي قد إيه الجروح اللي في إيدي آه مؤلمة وآه بتوجع وآه شكل إيدي بقى صعب بس ده دليل على الحب فده اللي خلانا نقف شوية عند القصة دي إنه ربنا بيعمل معنا كده ربنا ممكن يكون بيشدنا علشان يخلصنا من حاجة وحشة بيشدنا بقوة بيشدنا يعني بشكل ممكن إحنا نحسبه إنه مؤلم إنه بيسببنا جروح في حياتنا إنه إحنا مش فاهمين وقتها إزاي الجرح ده بيبقى صعب قوي كده لكن الحقيقة إنه بنكتشف بعد فترة إنه الجروح اللي ربنا عملها في حياتنا علشان ينقذنا من حاجة أكبر بكتير فبنفضل فاكرين الحاجة الحلوة اللي ربنا عملها لنا وبنفضل فاكرين إنه جروح آه ومؤلمة لكن علشان تنقذنا من حاجات تانية كتير ترجمة نانسي قنقر